موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد ومراجعتنا النهاردة حتكون عن مسلسل سنو بيرسر مسلسل سنو بيرسر متاح للمشاهدة على نتفليكس ولكن مش على بعضه كما جرت العادة وده لان نتفليكس مش شبكة العرض الرئيسية بتاعته وشبكة العرض الرئيسية بتاعته هي تي ان تي وعلى قد ما انا فاهم نتفليكس هي لمعها حقوق عرض المسلسل في المنطقة عندنا ولذلك عرضه مش هيجي ضفعة واحدة هيجي على شكل حلقات في حلقتين بالفعل متاحين على الخدمة واتصور ان في حلقة جديدة هتنزل كل اسبوع ولكن انا جات لي الفرصة ان انا شوف المسلسل على بعضه وما تخافوش المراجعة دي مراجعة بدون حرق فقلت ممكن يكون من المفيد ان احنا نتكلم عنه لان ده ممكن يساعد الناس في قرار ما اذا كانت عاوزة تابع المسلسل اصلا مع كل حلقة جديدة بتنزل منه ولا لا مسلسل سنو بيرسر كما هو متوقع من اسمه مأخوذ او متأثر او مقتبس او ايا كان اللفظ يعني من فيلم سنو بيرسر بتاع بونج جون هو اللي اتعرض سنة 2013 وهو اصلا هذا المسلسل مأخوذ عن رواية مصورة فرنسية اسمها لترونس برسوناج اتنشرت سنة 1982 ولكن التأثر سواء الفيلم من الرواية او المسلسل من الفيلم ما هواش كامل بنسبة 100% الاحداث مختلفة في الثلاث حاجات عن بعض القصة بتاعتنا بتدور في سنة 2021 نفس المقدمة بتاعت فيلم سنو بيرسر اللي شايف الفيلم ان في العالم درجة الحرارة بتاعته ارتفعت والحروب بسبب مشاكل بيئية فالعلماء تدخلوا من اجل انهم يخفضوا درجة حرارة الارض ولكن التدخل بتاعهم ده بيجيب نتيجة عكسية وبينقل الارض لعصري جاليدي ما فيش اي حاجة في الدنيا بتنجوا منه الا مشروع طموح جدا لاحد رجال الاعمال اسمه ويلفرد بيبني قطر طويل بشكل مهول عبارة عن 1001 عربية لايواء عدد من البشر كاخر الناس اللي عايشين على وجه الارض واللي بيحفظوا على حياتهم من واقع ان القطر ده بيتحرك دائما بلا توقف والطاقة بتاعته متجددة فالحياة بتاعته لا تنتهي على الاطلاق ومتقسم طبقات حسب درجة التذكرة اللي الناس قدرت تشتريها والطبقات دي طبعا بتعكس الطبقات الاجتماعية بتاعت الناس اللي عايشة على متن القطار وفي المؤخرة خالص موجود الناس اللي ما كانش معاهم تمن تذاكر وتطفلوا على القطار ودول طبعا بيعاملوا اسوأ معاملة وبيتلقوا اسوأ اكل والامور اللي احنا متصورانها دي كلها ودائما في حالة تخطيط لثورة عشان يخرجوا من العربية بتاعتهم وينطلقوا في القطار وينعموا باللي موجود في العربيات الاخرى ولكن في وسط هذه المحاولات بيتم استدعاء واحد منهم اسمه اندري ليتن من قبل رئيسة فريق الخدمة او الترحيب اللي هي الهوسبتالتي اسمها ميلاني كافل علشان يحقق في جريمة قتلة لان هو في الحياة الحقيقية قبل ما الموال ده كله يحصل كان محقق في قسم شرطة ومن خلال التحقيقات بتاعته بيكشف عدد من الاسرار على القطار والاحداث بتاعتنا بتنطلق علشان نشوف يا ترى ايه اللي هيحصل الفروق ما بين المسلسل وما بين الفيلم ممكن تكون واضحة في التقديم اللي انا شرحته ده الدنيا بتبتدي بشكل متشابه الى حد كبير ولكن مع انتقالنا للغز جريمة القتل وخروج ليتن من العربية الاخيرة لباقي القطار الاجواء بتاعت المسلسل بتختلف شوية طبعا الانعكاسات الطباطية شيء مفهوم جدا 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 زي ما كانت موجودة في الفيلم موجودة في المسلسل بس يمكن مساحة المسلسل وزمنه مدية فرصة اكتر لان احنا نتعمق في الحاجات دي ونتعرف بشكل اقرب شوية على عدد كبير من الشخصيات من عدد كبير من الطبقات من عدد كبير من الوظائف اصلا عدد الوظائف وعدد الادوار اللي موجودة في المسلسل اكتر بكتير من اللي كانت موجودة في الفيلم التركيبة دي بتقدم لنا حاجتين عدد كبير من الانعكاسات الاجتماعية والطبقية والاقتصادية على الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي والاسقطات بتاعت الموضوع واضحة مش محتاجة يعني قدر كبير من التعايش علشان نشوفها مغزولة بشكل جيد جدا مع دراما الرسائل بتاعتنا المتعلقة بالاسقطات اللي احنا بنتكلم عليها ليها علاقة بالطبقات الاجتماعية والطبقات الاقتصادية بحكم تأسيم القطار الفيلم لما تفرجنا عليه ما كانش فيه دي قوي هو كان فيه فقرة وفيه اغنية مرة واحدة ورحلة الفيلم كله كانت متشابهة مع الرواية الاصلية في فكرة الناس بتوعنا لما بيخرجوا من العربية الاخيرة من ديل القطار ويبتدوا يكتشفوا عربية وراء عربية ويبتدوا يتصدموا من الواقع اللي موجود ده مش موجود في المسلسل اللي موجود في المسلسل هم عارفين بالفعل ايه اللي موجود في باقي القطر في ناس منهم كتير خرجوا قبل كده لان طريقة او نظام عمل القطار على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي بيستعينوا بناس كتير من المؤخرة في كل فترة في عدد من الوظائف وعدد من الادوار اللي بتفضى في مقدمة القطار فتأسيم الطبقات معروف ليهم هم عاوزين حقهم مش اكتر وزي ما بنقول التأسيمة من جو القطر بعيدا عن العربية الاخيرة فيها هي كمان طبقات وفيها هي كمان صراعات النقطة التانية اللي عليها اسقطات مهمة جدا هي انظمة الادارة او انظمة الحكم لان الدنيا طبعا بحكم ان هذا القطار مملوك لشخص واحد بتاخد الشكل الديكتاتوري الديستوبيان البوست ابوكاليبتك خلاص احنا ما بقاش ورانا لكده دلوقتي في الحياة تقريبا وبنشوف ده بيساعد على ايه يمشي بشكل كويس وايه بيساعد على انه يعاني والدنيا في الاخر مش ظلم مقابل عدالة مش قهر مقابل المظلومين مش ده الموضوع الموضوع الرئيسي هو الانظمة المختلفة داية ايه فوايدها وايه عيوبها ولو اخلنا بيها ايه اللي ممكن يحصل في نظام يبدو في ظاهره ان هو قمعي جدا وسيء جدا في حين ان هو ممكن يبقى له فوايد وممكن يبقى له منظور معين الامور تمشي بيه بشكل اصلح من اننا لو ابتدينا ننظر على انظمة اخرى المسلسل مش واخد جانب على حساب جانب مش بيحاول يقول لك ان ده كويس وده وحش هو بيحاول يقول لك ان الديناميكية الادمية البشرية قادرة ازاي في بعض الاحيان انها تسير الامور بشكل كويس وامتى برضو بتكون قادرة على انها تعطل الامور بشكل بشكل واضح وده بينقلنا للاسقاط اللي بعد كده وهو اسقاط على مفهوم القيادة ان ايه هي صعوبات القيادة الحقيقية في انظام زي ده لان طبعا القطر بتاعنا بيعكس الحياة كلها على بعضها او دولة او مجتمع او اي صورة من صور المجتمع اللي ممكن اتخيلها الفكرة فكرة القيادة في مجتمع زي ده بتقابل قرارات شكلها عامل ازاي وبتعمل ايه علشان تبقى محتاجة تتعايش مع نفسها والامور بتاعتها تتحرك والتأملات دي كلها في اطار المسلسل زي ما بنقول كده بسبب الزمن والمساحة الكافية وبسبب الدراما اللي بتسمح باننا نحط الشخصيات بتاعتنا في اختبارات كتير بتعكس الرسائل اللي احنا بنتكلم عليها فدرجة التعمق اللي فيها مقبولة قوي حقيقي ساعدتني انا شخصيا كمشاهد ان انا افكر في الموضوع اكتر شوية واتبين حاجات ممكن اكون انا شخصيا ما فكرتش فيها وده موضوع مطير جدا للاهتمام في اطار المسلسل اما على الجانب الدرامي فبنقابل حاجات كتير بنقابل مفهوم الولاء بنقابل العلاقات العلاقات الرومانسية والعلاقات بتاعة العالم الحقيقي وبعدين الاختبار اللي اتحطت جواه بعد ما انتقلت لداخل قطار بيدار بهذه الطريقة طبعا الصراع ما بين منظور الكويس والوحش والطيب والشرير داخل مجتمع في النهاية ما فيهوش شرير مطلق وما فيهوش طيب مطلق وده برضو التدليل عليه من داخل احداث المسلسل كان جيد جدا العنف الشديد جدا ما تتوقعوش ان المسلسل مهدي الدنيا عن اللي كان موجود في الفيلم تقريبا نفس المدرسة ونفس طريقة التفكير وطبعا المحتوى الجنسي لان يعني معرفش مدام الحاجة راحت على نتفلكس لازم تلاقوا حاجات من دي جاميع انواع المحتوى الجنسي اللي ممكن تتخيلوه في الدنيا على المستوى التقني والفني كمان مر المسلسل شارب جدا من الفيلم مقدرش اقول ان هو عنده افكار على مستوى الصورة او على مستوى المحتوى بتاع كل عربية في حتة الدكور بتاعنا او الموقع بتاع كل مكان وطريقة الابداع في تصوير ايه اللي ممكن يحصل جوه قطار بهذه الطبيعة لما يتخصص لهذه الوظيفة واللي شافوا الفيلم ممكن يكون عندهم فكرة اقرب لان انا بتكلم عليه كل ده نقدر نقول ان هو متوارث من الاجندة بتاعة الفيلم بشكل واضح واعتقد ان ده عليه دلائل كتير منها ان هو شخصيا اصلا من من المنتجين المنفذين لهذا المسلسل هو المسلسل ليه عدد كبير من المنتجين المنفذين اه على مستوى الاداءات التمثيلية عندنا دور بتاع ميلاني كافل اللي بتقوم به جينيفر كونلي الكبير كبير يا جماعة ده ده الدور الابرز في تأديري الشخصي انا في الفيلم الدور اللي مليان تنقضات اللي مليان قرارات صعبة اللي مليان صراعات اللي مليان تحديات على مستوى القيادة تحديات على المستوى الانساني وامور كتيرة جيدة جدا وعندنا الدور بتاع ديفيد ديجز اللي هو يعتبر بطلنا في الاحداث المحقق اللي بينتقل من العربية الاخيرة لداخل القطار مقدرش اقول ان اداءه في المسلسل فيه نقاط متميزة كتير بس في نفس الوقت ما فيهوش عيوب تقريبا على الاطلاق ولكن هو شخصيا كمؤدي عنده كارزمة وعنده طبيعة مختلفة شوية عن الموديل او البروفايل اللي احنا بنشوفه كتير في السينما العالمية لذلك انا اعتقد ان هو حيبقاله مستقبل وهو اصلا بالفعل لفت الانظار ليه بشدة من خلال فيلم بلاين سبوتينج في سنة الفين وتمنتاشر العمل ضجة كبيرة في اوسط الافلام المستقلة وهو اصلا رابر وحاجات بالطريقة دي فيمكن لحضراتكم اللي ليكون علاقة اكبر مني بعالم الراب ممكن يكونوا متواصلين او عارفينوا احسن مني شوية المسلسل على مستوى الشخصيات المسندة كتير كتير قوي ومتنوعين قوي وزي ما بنقول المساحة بتسمح بان احنا نتعمق فيهم بشكل كبير التواصل مع عدد كبير من الشخصيات سهل في المسلسل ده اه ان احنا نبتدي نشوف كل قرار بيأثر على الطبائع المختلفة داخل المجتمع عامل ازاي فكرة تقسيم القطار العربيات وان كل عربية او كل عدد من العربيات ليها وظيفة مع كل قرار انت نفسك كمشاهد بتبتدي تفكر طيب دول هيبقى رأيهم ايه ودول هيبقى رد فعلهم ايه وكل دي امور كويسة جدا على العموم انا بشجع جدا على مشاهدة المسلسل انا شخصيا لما بتديت اتفرج عليه حسيت في البداية احنا بننقل الفيلم على شكل ممطوط شوية ولما دخلنا جريمة القاتل ما اعتقدش ما حسيتش ان ده شيء متميز قوي حسيت ان هي مجرد خطوط درامية اضافية تساعد في ان احنا نمد الموسم بتاعنا لعشر حلقات ولكن وصولا للحلقة التالتة الرابعة الخمسة ابتدت الرسالة توضح شوية وده اللي انا عاوز اساعد حضراتكم فيه ان لو حد ابتدى يتفرج على المسلسل حس ان هو في البداية بينقل حس ان هو في البداية بيخترع حاجات ما لهاش لازمة عشان يمط بعد شوية ده بيبدأ ان هو مش حقيقي ومش عايز احرق طبعا لان الاحداث بعد كده بتتنوع بشكل كبير والصراعات بتختلف وفي عدد كبير من المفاجآت وصولا للمفاجأة الكبرى في اخر حلقة حقيقي يعني من المرات القليلة اللي الواحد ممكن يتصدم صدمة زي دي وصولا لنهاية موسم ويبقى على اخره بصراحة في انتظار الموسم اللي بعده عشان بعد كده اكتشف ان اصلا الموسم ما بيتعرضش على بعضه لكل الناس وشكلي حاستنى كتير قوي لغاية لما شوفه عموما المسلسل على الجانب السلبي في تجربة المتابعة حقيقي الحلقة الواحدة بتاعته طويلة شويتين اقاعها مزبوط بس الحلقة طويلة قوي وزي ما بنقول خدنا شوية عشان نتواصل مع اللي بيحصل ونفهم المسلسل بيحاول يقدم لنا ايه بالزبط مش عارف الاحساس ده وتحيوصل لحضراتكم ولا لا بس انا كل مرة بتخيل ان الحلقة خلصت بتخيل بكتشف انها لسه ما خلصتش وده ان طبعا مش جيد ده مش ممكن يكون انطباع ايجابي ولكن الخلاصة بتاعت كل حاجة بالنسبالي على مستوى تقييم لمسلسل سنو بيرسر هو السبعة ونص من عشرة وانصح جدا بتجربة المشاهدة اللي هو متاح بيها فكرة ان احنا نتفرج على حلقة كل اسبوع ده كويس بالنسبة لزمن الحلقة بالنسبة لعدد الاحداث اللي جواه كل حلقة ما انصحش ان احنا نستنى لما يخلصوا بعدين نبنجو ليه لان انا شخصيا تجربة البنجين بتاعتي اللي ساعد فيها هو اطراب النوم اثناء شهر رمضان لكن لو في ظروف العادية ما اعتقدش ان انا كنت هقدر او هستحمل اتفرج حتى على ثلاث اربع حلقات مع بعض في نفس القاعدة ده رأي احب اعرف انطباعاتكم بعد ما شفتوا بالفعل للناس اللي تابعت يعني حلقة او الحلقتين بتوع المسلسل هلعب لكم نفس الانطباع اللي كان عندي في البداية وهل متشجعين انتوا تكملوا ولا لا يريد تساهموا كل ده في القومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة يريد تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجد لكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وبي باي